السلام عليكم هذا السؤال الثالث يقول هو من سائلة تقول نحن بصدر إنشاء موقع على الانترنت للمدرسة وقد طلبت مني مديرة المدرسة تصوير المناشط المختلفة في المدرسة لرفعها على موقع المدرسة علما بأن التصوير يكون للطالبات وهنا يقومنا بالمناشط المدرسية فهل يجوز تصوير الطالبات من الخلف بحيث لا تظهر وجوهن فإذا أثرت المديرة على التصوير فماذا علي أن أفعل علما بأنني معنمة الكمبيوتر في المدرسة ومسؤولة عن موقع المدرسة على الانترنت وجزاكم الله خير أولا لن تكون الإنشاء موقعاً للمدرسة بنات أو مجموعة طالبات مصلحة راجحة وللمفسد فيه أظهر وذلك أنه فرصة يغتنمها مرض القلوب في الدخول على النساء في هذا الموقع بأسماء نساء مستعارة أم أحمد أم بكر أم علي وورجل مريض القلب وثانياً يبدو أن المديرة جاهلة ومفتونة بالحضارة وليس عندها ثقه في دين الله أو أنها إخوانية والإخوان كثير منهم منفلتون لا يرعون الثقه في دين الله بل تجذبهم السياسة وفنين حضارة مختلفة وهم يفتنون بها وثالثاً لا تستجيبي له ولا تلبّدها طلبها هذا فإذا أبت فقولي لها أنت افعل هذا أما أنا فلا أفعل أنت افعل وارفعي ولست مسؤولاً وبلغي الطالبات من السلام وأن يرفضنا هذا الطلب من مديرة المدرسة جزاء الله خير وأيضاً ومتصق يسأل صالح أم أحمد وهم جائعون وصبحي حنيون مجد يجب أن يجعل نايماني به ثم وكثيرنا ما يظخص عنه أخير من الشيخ أخير أنك مجدعه أيضا ويذين انها ترقي فعل 過 هذه السوالة من انظر أو أخيرا شهيء من الإخوان الإخوان المسلمين إخوانيا and they have many of them have been trialed and and that she does not have the understanding of the deen and they do not see the understanding and rather they are attracted towards politics that you should not respond you should not answer to this and you should not respond to this and you should refuse to do this and if she says anything then you should say to her that she should do it herself that you will not do this the sheikh says also convey my salams to those people over there and tell them that you will not